السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عزنا بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلَّم تسليما أيها الناس اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا علم أن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي محمدًا عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مننا وإياكم من النار عباد الله قال الله تعالى في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وما هو سماكم المسلمين فتمسَّكوا بالإسلام فإنه طريقة النجاح والموصر إلى الجنان والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ليس الإسلام بالتسمي ولا بالانتساب ولا بالهوية وإنما الإسلام هو ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دين جميع الأنبياء قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهو في الآخرة من الخاسرين فكل الأنبياء وأتباعهم على الإسلام وإن اختلفت شرائعهم فإنهم كلهم على الإسلام قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتاء وأنا أولى الناس بعيس بن مريم قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَجِدْهَنِهُ الْطَّاقُوتِ وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ عباد الله الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى وهو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض بل لأهل السماء فما من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله جل وعلا بالإسلام بدايةً من نبي الله بن نوح عليه السلام كما قال ربنا حكايةً عنه في سورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين وما بعث الله بإبراهيم عليه السلام إلا بالإسلام قال تعالى وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَا بَنِيَّ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمَا بَعَفَ اللَّهُ يَعْقُوبَ عَلَيْسَلَامِ إِلَّا بِالإِسْلَامِ قال تعالى أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَرْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وما بعث الله نبيه يوسف عليه السلام إلا بالإسلام كما قال تعالى حكايةً عنه في سورة يوسف رب قد آتيتني من الملق وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين وما بعث الله السليمان عليه السلام إلا بالإسلام فهذا هو كتابه إلى ملكة سبا بلقيس التي قرأته على أتباعها في مملكتها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين وما دخلت بلقيس في الإسلام إلا يوم أن شرح الله صدرها للحق فقالت رب إني ضرمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وما بعث الله نبيه موسى عليه السلام إلا بالإسلام كما قال تعالى حكايةً عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين رب قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر وراد شكورا أصيكم نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله عز وجل بتقوى الله يا عباد الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلهي من أنا أنا في الوجود وديعة وغداً سأمضي عابراً في رحلتي إن لم أخلص في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم لقدرته وكل ما في الكون من صنعتك إلهي عصيناك فسترتنا عدنا إليك قبلتنا ما أعظمك وما أحلمك كفانا فخراً أن تكون لنا رباً وكفانا عزاً وشرفاً أن نكون لك عبيداً ومما زادنا شرفاً وتيهاً وكدنا بأخمصنا نطأ ثرياً دخولنا تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنا نبياً عباد الله بل وما بعث الله نبيه عيسى عليه السلام إلا بالإسلام كما قال تعالى عنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بل إن دين الجن المؤمنين هو الإسلام كما قال تعالى حكايةً عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا إلى أن بعث الله لبنة تمامهم ومسك ختامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين الوحيد إذ تضاه الله لأهل السماء ولأهل الأرض وليس للعرب فحسب بل للبشرية كلها اللهم اجعل هذا الجمع جمعاً مباركاً تفرُّقناً بأتفرُّقاً مؤيداً معصوماً إلهي لا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً اللهم أنصر الإخوان المستضعفين في كل مكان اللهم أنصر إخواننا في غزة على اليهود الغاصبين وعلى الصهاينة المعتدين اللهم داوي جرحاهم ومرضاهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان عليك باليهود يا رب العالمين اليهود الصهاينة يا رب العالمين عليك بهم فإنهم لا يعجزون الزرز الأرض من تحت قدامهم صلِّت عليهم جنداً من جنودك يا رب العالمين عليك بهم ومن عاونهم ومن ناصرهم يا رب العالمين خذهم أخذ عزيز المقتدر يعد الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار اغفر لوالدين والوالد والدين وارحمهم كما ربونا صغاراً وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى اللهم ارد كل غائب واهدي كل ضال اللهم احفظنا في حلنا وفي سفرنا وفي حضرنا يا رب العالمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك أن تحفى التنزاني يا رب العالمين ورئيس التنزاني ومعاونيها وشعب التنزاني والمسلمين وسائر بلاد المسلمين هذا الدعا من جريجان وعليك التكلان عباد الله إن الله أخبر في محكم تنزيله إن الله ملكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آه الأطهار وصحابته الأخيار وعلمه الجنة والأنصار ما تعاقب الليل والنهار واتصلت عين بنظر ووععت أذن بخبر واسقنا من يده الشريف شربة هنية لا ذب الله لا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا